للمزيد ينضم إلينا من مرجعيون جنوب لبنان مفدنا سلمان عنداري سلمان بعد الفيديو التشويقي لحزب الله ولأمينه حسن نصر الله قبل أسبوع تقريبا لآن ساعة ونصف أيضا من الحديث كيف استقبل اللبنانيون هذا الخطاب بكافة أطيافهم فيصل أبدأ ميدانيا هناك هدوء حذر منذ أنتهت كلمة الأمين العام لحزب الله هنا على طول الجبهة الجنوبية على طول الخط الأزرق ولكن قبل قليل حصل قصف متقطع في محيط منطقة بليدة أو بلدة بليدة في القطاع الأوسط هذا الهدوء لم نعهده منذ ثلاثة أسابيع وأكثر منذ بدء هذا التوتر على الحدود الجنوبية ولكن بالأمس كانت الحدود ملتهبة جدا وكانت هناك رسائل عسكرية فيما يتعلق بإمكانية اشتعال الجبهة الجنوبية كان هناك مخاوف كبيرة لدى السكان سكان منطقة الجنوب حتى أن البعض غادر هذه المنطقة قبل أيام وصباح هذا اليوم خوفا من إمكانية اتساع رقعة الاشتباكات وتحولها إلى حرب بشكل أو بآخر كان هناك توقعات سلبية تجاه كلمة نصر الله ولكن ربما ارتاح الشارع ارتاح الرأي العام قليلا بعد هذه الكلمة لم تشتعل الجبهات لم نشهد تصعيد ولكن كما قلت هذا الهدوء مؤقت جدا سنشهد بالتأكيد المزيد من التوترات من العمليات من الاستهدفات والقصف الإسرائيلي في الأيام القليلة المقبلة بطبيعة الحال بكون كل ما يرتبط في غزة والأحداث في غزة ستنعكس بشكل أو بآخر على لبنان هذا هو رأي الشارع اللبناني حاليا فهو لا يريد حرب بشكل أو بآخر ويريد أن يكون الجنوب هادئ ووقف الاستفزازات الإسرائيلية بحسب ما يقول الرأي العام اللبناني إذن الجبهة هادئة على غير عادة فيصل وأيضا بانتظار مزيد من المواقف السياسية ربما من الحكومة لتهدئة الأوضاع هنا رغم التهديدات التي أطلقها أمين عام حزب الله والقول بأن الجبهة مفتوحة على كل الاحتمالات وأن هناك حرب إقليمية ستحصل في حال لم يتم وقف الحرب في غزة بأسرع وقت سنبقى للطلاع دائما منك عن هذه التطورات من مرجعيون جنوبي لبنان موفدنا سلمان الأنداري شكرا سلمان